قاد النجم الارجنتيني اليونيل ميسي فريق باريس سان جيرمان لاستعادة توازنه بعد هزيمتين متتاليتين بفوز ثمين اثنان صفر على مضيفه نيس وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم السب سجل ميسي هدفا وصنع الهدف الاخر لزميله سيرجيو راموس في الدقائق ستا وعشرون وسبعون على التوالي ليقود بذلك فريقه لرفع رصيده الى تسع وستون نقطة محتلنز صدارة الدوري بفارق ستا نقاط عن اقرب منافسيه الانس وكان هذا الفوز هو الامل للذي يسعى الفريق الباريسي من خلاله لتجاوز الخسائر التي تعرض لها في الجولتين السابقتين والتي دفعت بمدربه كريستوف جتيه لمواجهة انتقادات حد اما نصف تجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثامن بعد هذه الخسارة وحافظ فريق انجيه الفرنسي على اماله الضئيلة في البقاء في الدوري بانتصاره 1-0 على ليل وبقي انجيه في المركز الاخير برصيد 14 نقطة ولكنه اقترب من الهروب من المنطقة الحمراء بفارق 12 نقطة فقط اما ليل فظل في المركز الخامس برصيد 52 نقطة